أسرار الكنوز الموجودة في تمثال أبو الهول أبو الهول كان وما زال واحد من أشهر وأغرب الأسر وأكثرهم غموضة على مر العصور ودلأ إنه زي ما احنا عارفين إنه تمثال عبارة عن جسم أسد ورص إنسان وطبعا طلع أساطير كتير والناس قالت حكاية ملهش أول من آخر عن التمثال ده ويمكن من ضمن الأساطير دي اللي كلم عنها أبو التاريخ خردت لما زار مصر وقال إن أسفل أبو الهول اللي موجود في صخور هضبة الأهرامات في بحيرة كاملة وفي أسطورة تانية قالت إن أسفل أبو الهول في مدينة كاملة مش بحيرة وبس وفي أساطير تانية بتقول إن أبو الهول لما قرروا يبنوه بنوها على حدود الجيزة عشان يحمي مصر من الرياح اللي جاية من ليبيا ولو رحت شفت التمثال اليومين دول مش هتلاقي أي حاجة غريبة فيه لكن لو رجعت للصور اللي اتنشرت لأبو الهول زمان هتلاقي إن كان في راسه صجب غريب شوية إيه الصجب ده وإيه حكايته وليه اختفى ده اللي هنعرفه النهاردة الحقيقة إن الأسطورة اللي قالت إن في مدينة كاملة موجودة أسفل أبو الهول كانت هي السبب في ظهور الصجب ده والمصادر التاريخية بتقول إن السبب في الصجب ده هو الدينامية طيب إزاي ودينامية إيه اللي وصلت مع أبو الهول الحكاية بدأت في سنة 1839 لما ظهر مصر اتنين من الرحالة وهم هيورد فيز وبرينغ الخرافات والأسطير اللي اسمها فيز عن تمثال أبو الهول كانت مليا دماغه وتصور إنه لما ييجي مصر هيقدر يوصل للمدينة اللي موجودة تحت تمثال أبو الهول فقال لك بس أنا هوصل للمدينة دي عن طريق الصجب اللي موجود في دماغ أبو الهول وهدخل منه وأمشي فيه لحد ملاقي المدينة دي بس عشان يعرف ينفذ الخطة اللي عملها دي جاب كمية كبيرة من الدينامية وكرر إنه يفجر دماغ أبو الهول عشان يوصع الصجب شوية لكن لما ملاقاش حاجة وما قدرش يوصل لأي حاجة من الخرافات اللي كان سامع عنها كرر إنه يرمم دماغ أبو الهول تاني بالأسمن توقف للصجب الأصلي اللي كان موجود كمان ومن وقتها وما في الصورة ظهر فيها الصجب ده إطلاقا إوعى تفتكر إن دي أغرب حكاية تسمعها عن أبو الهول لأ ده في حكاية تانية بتاعة الصراضيب أغرب وأعجب من اللي سمعته تمثال أبو الهول موجود في أربع صراضيب أول سرداب ده أعمل المهندس برينج واللي حفر ورد مغ أبو الهول عشان كان بيدور عالكنز اللي موجود في التمثال وكان أهم حاجة لأهل مهندس ده هو جزء من رداء الرأس الخاص بأبو الهول وده اللي تم استخدامه في ترميون بعد كده أما السرداب التاني فهو موجود في الجانب الشمالي وكان صعب إن أي حد يشوفه والسرداب ده أفلوا لعالم الفرنسي بارسر والحد دلوقتي بتتردد أقويل إن السرداب ده تحديدا مليان كنوز وأصار أما السرداب التالي ده موجود وراء لوحة الحلم وهي اللوحة اللي اكتشفها الرحل الإيطاليكا في جليا في أوائل القرن التسعتاشر لما حفر تحت سدر أبو الهول ولقى لوحة حجرة بتغطي فتحها عمقها تلاتة متر وتسمت اللوحة دي باسم لوحة الحلم واكتشفوا إنها تخص الملك تحطموس الرابع أما السرداب الرابع موجود في ظهر الملك ولافف عندي ديلو والسرداب ده ارتبط عندي الناس بحكايات كتير منها إنه مربوط بلعنة عالم أسر أمريكي دخلوا ووصل لهم ك15 متر ومات بعدها